في هذا القسم يسمح لك جدار الحماية بخدمة الدوز وبإمكانك اختيار العديد من الخيارات مثل تحليل البروتوكول التحقق من مجموعة الاختبارات رصد بروتوكولات معينة كشف الهجوم بإمكانك اختيار عدد أو زمن معين من الثواني لحزم البيانات المرة من خلال بروتوكول تدفق تي سي بي أو تدفق يو دي بي أو تدفق آي سي ام بي كل هذه بروتوكولات اتصال بالشبكة إذا أردت تخصيص هذه البروتوكولات قم باختيار الوقت المرغوب مثلا لمنع التطبيق من عدم تعدي الوقت المختار هنا اختيار المدة المسموح له اتصال بالشبكة مثلا اختيار المدة التي ينبغي حظر المضيف تلقائيا إذا كان مشبوها مثلا اختيار خمسة دقائق أو مثلا وقت معين لكي يجب أن يصبح جدار الحماية موجود في وضع الطوارئ مثلا عندما يتعرض لهجوم من الدوس خلال مثلا 120 ثانية بإمكانك تخصيص هذه الخيارات ومن ثم اعتمادها بالنقر على موافق ننتقل إلى خاصية أخرى وهي اعدادات سلوك جدار الحماية وهي عبارة عن عدة مستويات أمان لجدار الحماية عند النقر على أيقونة تدادات سلوك جدار الحماية تظهر لك الآن نافذة مستويات جدار الحماية هناك خمسة مستويات لجدار الحماية مستويات أمان لجدار الحماية كومودو الوضع الافتراضي هو الوضع الآمن سيتم تنبيهك عن حركة المرور للتطبيقات الصادرة أو الوالدة من خلال منافذ الاتصال الموجودة على جهازك نوع مستوى الأمان الآخر هو وضع نهج مخصص حسب نهج المختار قبل قليل قمنا بتخصيص نهج حماية معين إذا أردت اختيار وضع نهج مخصص حسب النهج المختار قبل قليل في نافذة نهج أمان شبكة التصال أو نهج جدار حماية معرف مسبقا قم باختيار وضع نهج مخصص لاعتماد التعديلات المختارة قبل قليل وسيتم الآن تفعيل مستويات أمان بالنسبة للخيارات التي قمت اختيارها بنهج الأمان ونهج الجدار بإمكانك حضر جميع الأوضاع جميع الاتصالات الصادرة والوالدة من خلال أي واجهة شبكة الاتصال بالنقر على حضر جميع الأوضاع وهذا هو المستوى الأعلى من مستويات الأمان بالنسبة للمستويات الأخرى مثل مستوى أمان التدريبي بحيث يتم تدريب جدار الحماية على البرامج بأن هذا برنامج آمن وهذا برنامج غير آمن هذا برنامج أرغب به للوصول إلى اتصال معين وهذا برنامج لا أرغب به بالاتصال إلى شبكة معينة هذا الوضع يسمى الوضع التدريبي وهو في أول فترة تتم تنصيب كومودو خلال فترة معينة إلى أن تشعر أن هذه هي الإعدادات التي ترغب بها والتي تريد كومودو أن يعتمدها بشكل تلقائي بعدها تقوم بتحويل المستوى إلى الوضع الآمن بإمكانك تعطيل جميع خصائص حماية جدار كومودو باختيار مستوى الأمان معطل وسيتم عدم تطبيق أي نهج أمان لشبكة الاتصال والسماح لكافة الاتصالات وحركات المرور بالمرور عبر أي واجهة شبكة اتصال متوفرة على جهازك أقصى مدة بقاء للتنبيه على الشاشة هي التنبيهات الظاهرة على شاشتك بالسماح أو بالرفض للتطبيق الظاهر على الشاشة ويمكنك تعديل وقت تنبيه الظاهر على الشاشة بتعديل عدد الثواني الموجودة مثلا هنا بعد مئة وعشرون ثانية سوف يتم إغلاق التنبيه غالبا التنبيهات تظهر في أسفل الشاشة بالجهة اليسرى إن كانت واجهة نظام ويندوز العربية وبالجهة اليمنى إذا كانت واجهة ويندوز الإنجليزية لننتقل إلى مجموعة أخرى تحت عنوان إعدادات التنبيه في سلوك جدار حماية كومودو هناك مستويات تنبيه معتعددة فمثلا في حال ظهور تنبيه في الجزء هذا من الشاشة بالسماح أو الرفض لتطبيق معين للوصول عبر واجهة اتصال معينة فالتنبيهات ممكن أن تكون كثيرة أو قليلة وذلك حسب مستويات تكرار التنبيه فمثلا إذا اخترت مستوى تكرار التنبيه عالي جدا سيتم إظهار تنبيهات الطلبات الواردة والصادرة تنبيهات الخاصة بروتوكالات UDP وTCB إظهار تنبيهات كل عنوين IP إظهار تنبيهات كل منافذ أي حركة ستتم على جهازك من خلال UDP, TCP أو عنوين IP address أو أي منفذ منفذ جهازك سيتم تنبيهك من خلالها هي بالطبع عملية مزعجة عملية مزعجة جدا ولكن ستمكنك من السيطرة سيطرة تامة على جميع الاتصالات الصادرة والواردة عبر واجهات الاتصال الموجودة على جهازك إن أردت خفيف مستوى تكرار التنبيهات انقر على عالي سيتم حذف كما ترون حذف مثلا عنوين IP address سيتم فقط مراقبة المنافذ وبروتوكال UDP وTCB وتنبيهات طلبات الواردة والصادرة في حال اختيارنا المستوى المتوسط كما ترون تنبيهات المنافذ أو ما تسمى بالبورت سوف يتم إلغاؤها وتخفيف مستوى التكرارات إلى أن يتم قصره على UDP وTCB والبروتوكالات الصادرة والواردة والتنبيهات الطلبات الصادرة والواردة بإمكانك خفضها بمستوى أكثر فأكثر وفضل دوما وضع المستوى المتوسط فلا إفراط ولا تفريط فبحيث يمكنك مراقبة الطلبات الواردة والصادرة من جهازك وبروتوكالات الوديبي والتي سي بي بإمكانك تعطيل إحدى التنبيهات مثلا لا أرغب بأن يقوم كومودو بتنبيه بالنسبة لطلبات تي سي بي أو مثلا أرغب مثلا بتفعيل تنبيهات طلبات الائي سي ام بي كل هذه بروتوكالات للوصول بشبكة الاتصال المحلية وشبكة الاتصال بالإنترنت هذه عبارة عن شاشة تسألك ما هو مستوى التنبيهات التي تظهر لك وأي نوع من التنبيهات التي ترغب بظهورها وما هو نسبة تكرار التنبيهات الظاهرة لك بعد اختيارك لمستويات جدار الحماية من الأمان ومستويات تكرار التنبيه قم باعتماد الخيارات المختارة بموافق والآن لقد تعرفنا على مهام جدار الحماية كومودو تعرفنا على خيارات عامة وخيارات متقدمة وكيف نقوم بتخصيص كل خيار سنتابع في الحلقة القادمة كيف نقوم باختيار خيارات متنوعة أخرى خاصة بجدار الحماية كومودو اشتركوا في القناة